اشتركوا في القناة اطلع معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة خلال زيارة سوق ستر المركز على ابرز احتياجات السوق والخطط المعدة لتطويره بما يتوائم مع احتياجات اهالي المنطقة واشاد معالي المحافظ في تصريح على هامش الزيارة بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ومتابعة سموه لكافة القضايا والملفات التي تؤرق المواطنين وحرص سموه الدؤوب على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم لضمان توفير كافة الخدمات اللائقة لهم طبعا نحن اليوم التقينا بأهالي سترة وزرنا السوق المركزي ومركز شرطة سترة وطلعنا على مراحل تطوير سوق سترة وكان معانا جميع الجهات المختصة رئيس مجلس الامانة امانة العاصمة وايضا ممثلين عن امانة العاصمة وكان الهدف ان نتكلم ونطلع على مراحل التطوير ونعطي مخترحاتنا بحيث ان شاء الله يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطوير هذا السوق الهام واللي بيخدم اهالي منطقة وتابع معالي المحافظ خلال زيارة الميدانية ملاحظات التجار ومرتادي السوق حول المرافق والخدمات التي تحتاج إلى صيانة وتطوير كما اطلع على الخطط التي اعدتها وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للارتقاء بالسوق ليصبح مركزا مؤهلا بكافة المرافق التي تخدم الباعة والمتسوقين وتسهل عليهم قضاء حاجاتهم بكل سهولة ويسر عودنا مع المحافظ الشيخ خشام بن عبد الرحمن الخليفة على النزول الميداني لحل المشاكل التي يعاني منها الاهالي احنا سبق لنا أن تواصلنا مع معالي المحافظ حول مشكلة السوق يعني السوق صاير فيها مدخل واحد فقط وهذا المدخل يسبب ضيق داخل السوق ويسبب أيضا بعض الاحتكاكات بين السيارات وتدري هذا يثير مشاكل أيضا بين المتسوقين فاحنا كنا نفكر كيف نستطيع أن نيسر حركة التسوق لدى الناس وأكد معاليهم واصلة محافظة العاصمة زياراتها الميدانية إلى مختلف مناطق العاصمة والتي تهدف إلى رصد احتياجات الأهالي عن قرب للعمل على تلبيتها بتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية تحقيقا لدور المناطبها بوصفها جهة معنية بالإشراف على السياسات العامة والخطط التنموية في سبيل دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما ينعكس بالإيجاب على الوجه الحضاري والعمراني للعاصمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر